..الأزم درجع وإننا قمالي على أزم درجع وأستخواتها تتلل وتركع مش هنسكت ولا عن نين مش هنسكت ولا عن نين إحنا مش انخون الدين يا إخوة رجالة الرجال سماعي لشيك أعزي اللقيقة أنت تحلىكوا بعد العشيدي لتقربته نسبع شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وبعد إخواني يقول رب العزة جل وعلا إنما المؤمنون إخوة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخبره ولا يسلمه ولا يخبره لن نخبر أي أخد لنا في الله تبارك وتعالى قل لإخواننا الذين ذهبوا إلى رئاسة الوزراء والمشايخ الذين ذهبوا إلى هنا لو خرجوا لنا بغير ما نشتهيه من إخراج أخواتنا المحبوسات في الأديرة فلن ننصرف ولا نرضى إلا حلاً واحداً عدم أخذ لان عدم أخذ لاني وضعب الحق لله تبارك وتعالى حيما كان أمن الدولة في شدته وفي عنفرانه وفي قوته الإخوة كانت بتخرج وبالضحف قدها وبالضحف قدها في سبيل الله تبارك وتعالى إخوة لنا تقدم إخوة لنا قتلهم رحم الله وإخوة لنا في الأقل عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان موقف يوم آخر وقفة يوم واحد وتواتين اتناشر الفين وعاشرة كان موجود مع الإخوة وقبس بعد ذلك وقتل وقتل نحسنه وشهيده ووصله الأخوة كلها وقفت من قبل 25 ناير والآن وبعد هذه الثورة من مطالب هذه الثورة الأساسية والأصلية الحرية والحرية طيال أحبة الحرية مقصد شرعي إسلامي ومن الضروريات الخمسة التي أورنا يا إسلامنا أن نحافظ عليها حفظ الدين وحفظ الناس لابد أن نحفظ على أقواتنا المسلمات دينهم ولابد أن نحفظ عليهم أنفسهم هن يعذبنا في الكنيسة وفي الأديرة ويبتلين في دينهم وواجبنا الشرعي يقتضي منا أن لا نتركهم هيطلع واحد ويقول أنتم تعملوا فتنة طائفية لا الفتنة الطائفية هي حدث هؤلاء النسوة للمسلمات في الأديرة الفتنة الطائفية هي تنفيذ مطالب النصارى وتمييزهم عن المسلمين الأكثرية في هذا البلد الفتنة الطائفية هي عدم الاستجابة للمطالب العادلة للمسلمين أيها لحبك كلمة واحدة لن نتناذل لن نتناذل عن إخراج أخواتنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر احنا مصرنا هو مصير اشتركوا في القناة